اشتركوا في القناة 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 دلوقتي بقى اللي بيكتب فلان يشعر بالقحة فلان يشعر بالشعارجة فلان يأكل بطاطس اي حد بيعمل اي حاجة بقى بيدونها مباشرة على السوشال ميديا فبقى اي حد بيروج لذاته بيعمل اي مناسبة اي انطلاقة اي حاجة بيبدأها من السوشال ميديا حتى لو انا كموزيع بجاهز لبرنامج جديد ليا بتبقى اول حاجة انتظروني على الفيسبوك او تويتر اي حاجة قبل كمان ما تبقى على التلفزيون فالسوشال ميديا بقت هي رومانت الميزان بقت حاجة زوثقة مفروض دايما الدول تهتم بدا لان بسهولة جدا اي دولة او اي شباب يخترقوا من خلال هذه الشبكة العنكبوتية الرهيبة الخطيرة زي ما اتكلمنا دلوقتي قلنا ان الشباب تقريبا احسيات اثبتت ان هما بيقضوا تلات تربع وقتهم على السوشال ميديا حضرك شايف ايه السبب الاقبال الرهيب ده من الشباب على السوشال ميديا بعكس طبعا وسائل تانية من وسائل الاعلام زي الراديو او التلفزيون بص هو هتلاقي سوشال ميديا فيه بقولك نجوم سوشيال لما بتوع الفيديوهات واليوتيوب وراء الكلام ده فالشباب شايفينهم قدهم في السن والشباب فاهمين الشباب عارف ايه متطلباته وبيفكر ازاي فبيجي يفتح التلفزيون يلاقي ناس كبيرة في السن مش فهمه او مش عارف دماغه او مش حاسس جيله او متعايش الفترات اللي هو عايشها او التكنولوجيا او التطور بتاع المرحلة دي فبالتالي محتاجين بس ننوع شوية من المزعين يبقى عندنا مزعين شباب يعني المزعين الشاب هيقدر يتعايش ويتماشى مع ثقافات الجيل ده فالفارق الزمني ما بين الجيلين دول هم مش جيلين ده بينهم خمس ستة اجيال في النص صحيح فدعم الخلل في الادا المتلقي يمكن ده اللي خلي حضراتك تلجأ في التدريبات لشغل السوشيل ميديا بص طبعا يعني انت بتخطبي اصلا فئة قاعدة على السوشيل ميديا 24 ساعة صحيح فلو عملت لهم اعلانات مش في التلفزيون عملت لهم اعلانات على حيطة بتاعة بيته مش هشوفها لانه يعينه طول اليوم في الموبايل فتوصله ازاي؟ من خلال السوشيل ميديا السوشيل ميديا سواء بقى تدريب اعلان اعلام برامج اي حاجة عارف انت فكرة الاعلان ممول انك تبقى قاعدة في اي مكان وقاعدة على الفيسبوك وتلاقي قدام منك معدي كلمة اعلان ممول يعني بيدخل لغاية قضة نومك والحمام كمان لو انت معاك بتوصل بشكل اسم ان انا بسهولة جدا لو عايز اعمل اعلان لشركة معينة الشركة دي بتستهدف مثلا الاناس طيب انا كده هحدد وانا بعمل اعلان ان ده للاناس تمام كده؟ تمام طيب عايز اناس عندهم كم سنة؟ العميل المستهدف بتاعي مثلا من 18 ل30 سنة او ل35 بحدد الفئة المستهدفة لا مش بس كده طب عاوزهم فين؟ في اي منطقة طب انت بتخاطب فئة رقية او مجتمع صفوة ولا منطقة شعبية ولا طبقة وسطة فانا بقدر بالسوشال ميديا ادخل في المكان اللي انا عاوزه في اي وقت طب نقدر نقول ان السوشال ميديا كده قدرت انها توطي على دور الوسائل زي الراديو والتلفزيون؟ هو ما غطتش هي اخذت منهم حصة كبيرة طب ممكن نعرف السباب ده؟ يعني هل ده مش بيتطلب ان احنا ندخل ده جديد على الساحة الاعلامية؟ بص هو في حصة ثابتة كده للتلفزيون والراديو والجرايد الناس الكبيرة في بعض الناس الموظفين او الناس الكبيرة في السن هو متعود بيرجع بالجورنان حتى لو قلت له الموبايل بتاعك عليه اخبار الدنيا هو متعود ان في حاجة في ايده ملموسة مادية بيقرأ منه طيب الناس اللي عوجيز والناس الكبيرة اللي تعودت على التلفزيون والازع ده جمهور ثابت للوسائل التلاتة ازعى تلفزيون صحافة الجمهور بتاع الشباب او الجيل ده هو له دماغ خاصة حاكى ثقافات معينة دماغه مفتوحة شوية في اماكن تانية معلومات جديدة الانقرائية عنده اصلا لا تتماشى مع برامج كتير على التلفزيون تلو مزيع طالع يتخانق وهم اصلا محتاجين حد يصحبهم حد يتودد اليهم حد يكلمهم بنفس الفكرة او الثقافة اللي هما بيفهموا هايا طب ليه ما منحاولش ان احنا نغير من الطريقة اللي بيتقدم بها الرسالة الاعلامية في التلفزيون لا هو كل قناة بقى اللي بتقدر تتحكم في ده يعني مش هنقدر نحاول على المطلق اعتقد يعني توجيهات الدولة وفترة اللي جاية ومن كام سنة فاتت مؤتمرات الشباب وما الى ذلك الرئيس يمكن لامس موضوع الشباب شوية فده ممكن يؤدي في نهاية المطاف ان نلاقي الشباب هما اللي عشاش اعتقد يعني خلال سنتين ممكن نلاقي ده ان شاء الله ان شاء الله طيب لو احنا مع اننا بقى جيبنا سرطة الاعلام كنا عايزين بقى نعرف في رأي حضرتك ايه الاختلاف اللي حصل بين دلوقتي مثلا في الوقت الحضر اللي احنا فيه وايام مثلا في السابعينية مثلا ايه الفرق اللي بين البرامج اللي جاية بتتقدم زمان والبرامج اللي بتتقدم دلوقتي ايه التطور اللي حصل وايه الحاجة السلبية اللي طرقت علينا وايه الحاجة اللي مختلفة قبل التطور يا صزرانة قبل التطور اصلا كان فيه قناتين اتنين صحيح يعني انا مجبر وكان لسه التلفزيون ده لسه من سنة ستين يعني عشر سنين في السبعينيات يعدوب لسه الناس بتحبوا وفرحانة بالشاشة فلو حد طلع اللهم حاجة مش على دماغها يتفرجوا علينا ده حاجة كالجديدة يعني وفضل الكلام ده لحد ما دخلنا في الالفية ما فيه شغل قناتين مثلا فانا مجبر اسمعك لكن انا دلوقتي عندي قناتين كثيرة جدا لو تكلمنا خلال العشر سنين اللي فاتوا تحديدا ممكن من 2008-2009 انا كمطلقي مش مستني ان انا اعود لك غصب عني بيسموا احنا بنطلق على الرمود ده سكينة القناة او سكينة الموزيع انا مش مجبر اسمعك او زمان كان قوله وطانية بس غصب عني اعيدلك دلوقتي فيه برنامج مش عجدنا جاءالب عليه وعشان الموزيع او المتلقى او المشاهد يقلب على قناة معينة ما بيرجعش تاني انه بيقابل قدام منه 500 قناة تانية كتير على ما يلف لفته كون البرنامج خلص فانا كده خسرت جمهور وخسرت ان القناة بتاعته ممكن فيه ناس بتحزف يعني فيه ناس تلاقيه محددة 50 قناة عندهم والباقي محزوف صح فممكن يلاقيه يفتح قدرا كده على برنامج تافه مثلا هيجيب القناة تانية اكيد لا حظوا بقى جيف ان فيه برنامج شغال كويس هيكمل مع القناة دي فبالتالي المتلقى حاليا غير المتلقى القديم المتلقى الحالي عنده البدائل كتير جدا وعنده الاختيارات كتيرة جدا نقدر يختار براحته في اي وقت مش مجبر انه هو يقعد لي غزب عني فلازم احاكي متطلباته احاكي ثقافاته احاكي افكاره وهكذا لكن انا لو فضلت متشبس ببعض الامور وبعض الافكار الاعلامية او الرسالة الاعلامية الروتونية القديمة مش هتحرك ولا حد هتفرج علي اكيد طب لو جينا نتكلم عن دوري الاعلام دلوقتي هل حدرك شايف انه الاعلام بيقوم بدوره على اكمل وجه لو تكلمنا من الناحية الاقتصادية الناحية الدينية الناحية الاجتماعية قدي ايه بي مسل الاعلام دور مهم خلينا نقول ان الاعلام هو الاساس انا دلوقتي لو بعمل تنمية قصادية في دولتي تمام جدا مطلوب مني ايه مش انا لما بعمل تنمية قصادية بستهدف مستثمرين من الخارج طب لما لاي المستثمر اي مستثمر بيدخل دولة جديدة عشان يستثمر فيها بيقول يا جماعة اتفرج على الاعلام بتاعهم وعلى الموقف الحالي في الدولة راح فين فاليه قناة عملة تقول الارهاب وقناة تقول ان في تفجرات وقناة اللي احنا ساعات بنركز على حاجات سلبية ومن التناسى ان فيه ايجابيات بتحصل فبالتالي المستثمر بيتفرج ولقى فيه حاجات سلبية على الشاشة استثمر ليه وهاجي ليه وساعدهم في بناء اقتصادهم اصلا هم مفيش اقتصاد عشان يساعد فيه واستثمر في مناخ مش كويس ليه فبالتالي المطلوب ان الاعلامي يعرف ان انظوره خطير ان انا وانا بتكلم على الشاشة ممكن اقول حاجة ان فيه خطف في البلد ان فيه سرقة ان فيه اقتصاب انا كمستثمر خارجي لما لقى الكلام ده موجود هتراجع ولا لا اكيد افتح ايه قناة خارجية كل الدول فها عشوائيات وكل الدول فها بالطبع يعني امريكا شيكاغو دي متصنفة العالم كل بتلاقيهم في اعلامهم شغالين في المصدرين للكاميرا على السلبيات لا طبعا انا بستهدف ثقافات محينة ومستثمرين من الخارج وبستهدف سياحه وما الى ذلك فلازم اقولوا يا جماعنا عندنا الدنيا تمام البلد جميلة عندنا ده احنا عندنا مؤتمر سنوض يحصل بتاع الشباب الناس بتيجي من كل الدول صح وممكن الرئيس هدفه من 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 ده ان احنا بين العالم ان فيش ارهاب ولا تفجيرات صح انا بقى اسيب كل الايجابيات وكل الانجازات على اي حاجة ضرب الكاميرا بتاعتي في مكان فيه حاجة سلبية طب مين اللى اسس الايدولوجية دى اصلا حتة ان احنا رازم نظهر السلبيات ونتكلم ونقول انها هي اللى موجودة في المجتمع ايدولوجية المشاهدة يعنى المزيع اللى عايز يعمل المشاهدة ده ان بيجي على الحاجة الشمال شايف ان عشان الناس يتفرج عليه يجيب الحاجة الخارقة اللى ما حصلتش تلاقي التفهاء واحد بياكل ازاز ايوا اللى بياكل ازاز افادي المجتمع به واحد بشد العربية وهو ماشي برنامج فكاهي لكن تجيبه لف برامج زروة والناس مستنية مستنية التسقيف والاعلام والاخبار وانت جيب لواحد بتاع ازاز وبتاع واللي بيجيب لك برامج مطبخ ويروح يعمل صارف المطابخ والكلام من ده لأ انا دلوقتي بتكلم ان الجمهور بيستنى حاجة معينة انا من 2011 من ايام احداث يناير والبلد بقى فيها من 2011 ل 2013 ماس في الفترة دي كان فيك عبلة كنوات كتير فتحت تنفسية جديدة جدا كل قناة حتى الكاميرا بتاعتها في مكان فيه مظاهرة او فيه مشكلة فكان فيه فوضى اعلامي فكان لازم من حزم الامر ده يمكن في الفترة الاخيرة يمكن من 3 سنين جاي الدنيا اتحكمت جدا يعني اكيد وده اللي احنا بنسع عليه الفترة دي ان شاء الله وانه ياريت ان شاء الله الاعلام يتجل حتى تانية حتى كمان الدراما كمان لازم تكون عامل مساعدة البلطجة اللي في الدراما والسينما تروح ان الجلواتي بتقابلي بنات شايلين سنج وبيلعبوا في الافراح وبيلرقصوا رقصات يعني الله ينتهم الممثلين اللي هما بيسموا نفسهم نمبر سري ونمبر فور يمكن يعني الاعلام قالوا ان احنا دي السلبية الموجودة في المكتبع بصور اللي سهم في انتشار السلبية دي هو الاساس بتاعها مش هو اللي سهم صحيح المتلقي قاعد في البيت بيتفرج طفل لسه قاعد قدام مسلسل او فيلم شغال شايف ان البطل اللي انت اصلا الفيلم كله متركز عليه ماسك سنجة او مطوق او ما الى ذلك هو بطل بالنسبة له قضوة يعني والاب بيجي واخد عيال وراح السينما يتفرج على البلطاجر انطقي يعني انطقي انت رايح فين بولادك بتفرج عليه مش معاك رموت يبقى لازم الاسرة تكون عليها عامل طبعا في الموضوع ده ولازم يركزوا ايه اللي الولاد بتفرجوا عليه و ايه اللي مش بتفرجوا عليه عشان حتى الجيل الجاي اكيد طبعا لك احنا عارفة انت عندنا في مصر في حاجة حالة بتحصل الا من رحمة رب يعني دايما حطين اول عشر قنوات قراط الدينية وهي جي يفتح التلفزيون بدلت حداشر ضحيق يعني بيعدل تحديتهم اللي في لأوي وبعد كده بقى ايه يعني قنوات الهالت والرق ده فيه كمان مجموعة عشرين قناة ورا بعد دي كان بتوع الشات والدرداشة وعيس تكلمني بقيتلي كارت شحن معارفش مين هما دول بالمناسبة مش نايل سات يعني بس افهم مشاهدين انت ممكن تلاقيوا قنوات على الشاشة بتقولوا مين ازاي مصر سامحت بالقنوات الزبائلة دي لا مصر ما سامحتش ولا اصلا القنوات دي بتواصل على نايل سات هذا تنبيه لكل المشاهدين انهم ما يعرفوا هو اصلا غصب عنك عشان بقولك ان احنا يعني اي دولة معارضة لاختراك الفضائي ان في حاجة في الفضاء اسمها المدار المدار ده عارف انت خط كده في الفضاء الخطوط العرباني اه اه النايل سات على سبعة غربة على مدار سبعة غربة مثلا جنب منه يوطل سات واطلانتيك بيرت اللي بيجي هنا بيجي هنا يعني هو نفس المدار حتى تلاقي فيه قنوات كدبالك على مدار النايل سات يعني قنوات الجزيرة انت بتلاقيها عندك في البيت قنوات الجزيرة النايل سات موقفة ما بيبساش من عندك اه 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 لكنها بتبس من العزيل اكمر لاختراكنا ويخش غصب عنك اخدبالك اه 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 فمحدش يقول ان ازاي الدولة سابعة القنوات اللي مش كويسة القنوات دي اصلا مش تابعة الدولة اصلا اه يعني هي اصلا من على مدار بتاعك وهو بيدخلك من خلال انه يروح يشتري في امر صناع تاني ولما ينزل على المدار بتاع النايل سات في نفس يعني الامارين جنب بعدي بيلقطوا نفس الاشارة نفس التردودات لما دخل 12-15 مثلا هيجيب لي الكنوات اللي في نفس التردود ده على امر الصناع التاني يبقى ده لازم كل المشاهدين يكونوا عارفوا يا ريت الموضوع ده لان كان فيه فعلا تضارب انه فيه ناس كتير فاكرة ان القنوات اللي شبه او اللي زي النوع ده طبعة للدولة صحيح صحيح في نهاية فاكراتنا وكننا عايزين نسأل حضرتك بالنسبة لبقى طلبة اعلام احنا دروقتي اتكلمنا على الاعلاميين والاعلام ودرور الاعلام عايزين بقى نوجه للجيل اللي طالع اللي هيوجه الرسالة الاعلامية بعد كده نصيحة او رسالة للاعلاميين بالواجه عام وطلبة اعلام بصي هو طبعا انت عارف ان احنا عندنا يمكن اغلب طلبة اعلام عندنا في التدريب عندنا الحمد لله يعني ونحضر لهم عايزة طم منهم انه شرفت وانا كنت واحدة منهم ده الشرف لي انا ربنا انت من الناس الممتازة اللي قدت واجادت واصابت يعني انا فخور ان انت من تلميزة حضرتك اكيد اكيد تعلمت من حضرتك لا والله كلام حقيقي ذلك في الحقيقة يعني انا دايما بزرع جوه طلبة اعلام ان دي مهنتكو بنسمحوش لحد يختارك انا شايف ان دايما طالب اعلام ودارسه وخريجه هو اللي الحق ويشتغل في المهنة بتاعته الناس اللي جاتنهم برا دي كل الشعب عايز يشتغل مزيع كل اللي معدي قدام قناة واللي يطلع ضيف فا يكتبع عنده في على الفيسبوك الاعلامي فلان يا ابن انت ضيف افهم ان انت ضيف انت مش اعلامي ومش مزيع فبالتالي طلبة اعلام مفروض هم يبقوا عندهم دقوبين على على مستقبلهم ومهنتهم ما لايش في الاخر ان طالب اعلام بيسرح بشاربات في المترو وبالدرس في حضانة مثلا وخريجه الكليات التانية هو اللي بيسعى ان يشتغل اتمنى ان النقابة تسمعني دلوقتي وفعلا يمنعه ان اي حد غير درس للكليات الاعلام واداب اعلام وتربان وعي اعلام وكليات اللي هين معنية بدراسة الموضوع وإلا بقى نلغي الكلية ما هم ما بدرسوا لي صحيح صحيح طالما انتو شايفينها موهبة خلاص طالما هي موهبة نلغي الكليات نلغي الكليات والتنسيق والناس تدرس على الفاضل يروح بقى يدرس تجارة يشتغل محاسب حاجة تانية او يخش طب او هندسة او سيدالة لكن اي مهنة بتجي تشتغل اعلام احنا ما ننفعش افتح سيدالية ولا نفع بقى طبيب بشري ولا نفع قد حقا حتى صح فبالتالي احنا محتاجين محدش يختارك مهنتنا ودي دعوة لكل دارسين وخارجي اعلام تشبسوا بمهنتكم ما تسمحوش لحد يختارك صحيح انا في نهاية حلقتنا النهاردة انا بشكر حدرك جدا انك كنت موجود معايا النهاردة والجد استمتعت باللقاء مع حضرتك انا بشكرك وانا فخور ان انا عايز اقول انك تلمزتي وانا ليه الفخر ده انا فخر انك استاذي بجد استميرانا من النمازج المحترمة جدا الناس الدقوبة المحترفة انتوا اكيد شفتوا اداء على الشاشة بدون تطبيل يعني اكيد من غلامة دي بالنسبة الحلقة الاولى لها فاكيد انتوا شفتوا الاداء عامل ازاي فانا بشكرك شهد اعتز بيها بجد وانا امام دايما ودايما يا رب اشوفك في السمو ورقي دايما باذن الله يا رب شكرا جزيلا لحدتك وكده تكون حلقتنا خلصت وقبل ما اختم حلقتنا نهض انا بجد بعتذر على صوتي لانه البرد ما شاء الله يعني يعمل معايا صغل يعني جامد فيريد تكون استمتعته باللقاء النهاردة والى اللقاء مؤسسة نايل ميديا مزودة بالاستوديوهات والاكيزة والادوات التي تساعدك على فهم وانتاج المحتوى الاعلامي بشكل احترافي سواء في مجال الصحافة او الازاعة او التلفزيون موسيقى موسيقى نايل ميديا للإعلام والإعلان والتدريب حلمك هيتحقق عندنا موسيقى 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 اشتركوا في القناة